أهلا بكم متابعي قناة فروم الروكو في نشرة إخبارية جديدة وهذا أبرز عنوانها تارودانت وحش آدمي يهتك عرض طفل صغير بسبت الكردان ولن نتفاصيل لكن قبل البدء لا تنسوض اشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو اهتزت جماعة الكدي البيضاء دواحي سبت الكردان بإقليم تارودانت على وقع جريمة باشع بطلها وحش آدمي داوام على هاتك عرض طفل قاصر لمدة طويلة قبل أن ينكشف أمره وحسب مصادر مطلع لأقادير 24 فإن الطفل بدأت تظهر عليه بعض العلامات الغير طبيعية قبل أن يبوح لأخوه الذي قام بدوره بإخبار والده حيث قام هذا الأخير بتقديم شكاية لمصالح الدرك الملكي بسبت الكردان وأضافت مصادر الجريدة بأن المتهم الأربعيني دوم على استدراج الضحي البالغ من العمر 12 سنة لمدة طويلة قبل أن ينكشف أمره هذا ومباشرة بعد توصلها بالشكاية قامت العناصر الدركية بتوقيف المتهم الذي تم إخضاعه لتدابير الحراس النظرية من أجل استكمال الأبحاث بأمر من النيابة العامة المختصة كنتم مع نصرة إخبارية إلى اللقاء